بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلاة و سلام على الحبيب المصطفى بن قاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليكم إخوتي أخواتي أيها المشاهدون جميعا و رحمة الله و بركاتهم في آخر الحلقة الماضية ذكرنا أن للجنة ثمان درجات و كل درجة مولانا كل باب من أبواب الجنة مكتوب عليها عبارات فيها عبر أخلاقية كثيرة لكن يدخل منها أصناف من الناس هذه الدرجات بعضها بجنب بعض الأنبياء و الصديقين و الشهداء و الصالحين و الأولياء إلى آخر يدخلون من أبواب شتى للجنة الجنة في القرآن الكريم لها عدة أسماء الله سبحانه وتعالى ذكر الجنة في القرآن الكريم بعدة أسماء من جملة أسمائها يقال لها جنات الفردوس يقال لها جنات الفردوس هذه أحد الأسماء التي موجودة في القرآن الكريم من جملتها يقال لها جنات عادن العادن عن الدائمة جنات عادن الغير منقطعة هاي اثنين يقال لها جنات النعيم في القرآن أيضا ذكرت بجنات النعيم هاي ثلاثة كذلك يقال لها دار الخلد خالدين فيها أبدا اللي يدخل إلى الجنة بعد خروج منها ما يطلع مولانا دار المقامة يقيمون يقيمون فيها أبدا بعد طلع من الجنة ماكو ولهذا هذا الدليل هاي أحد الأدلة على أن آدم عليه السلام لما طرد من الجنة ذيكا الجنة ليست هذه الجنة التي عرضها السماوات كعرض السماوات والأرض إنما هذه جنة في الدنيا وإلا ذيكا الجنة مولانا الذي يدخل فيها يكون فيها خالدا ما يطلع منها مولانا بعد يقال لها جنة المأوى يقال لها أعلى درجة من درجات الجنة يقال لها عليون فيها الأنبياء والأوصياء وأضع مولانا أفضل الجنات هذه من جملة أسمائها يقال لها دار السلام الجنة دار السلام لأنها تسلمك عن بعض الأمور من بعض الأشياء تسلمك أولا تسلمك من الهرم الإنسان بعد بالجنة شيب ما يشيب لحيطة بيضة سير لا بعد مولانا المرأة شباب سير مولانا عجوز لا بعد ماكو كل الناس يرجعوا الشباب شباب ولهذا رسول الله صلى الله عليه ورسلم دخلت عليه عجوز قلت لي يا رسول الله أدخل أنا إلى الجنة أنا أدخل بالجنة إنه بيشاف عجوز وتعبانا ومكسرها مولانا قلها أنت هكذا أنت هكذا بهذه الهيئة يعني أنت هكذا لا تدخلين الجنة طلعت العجوز تبتشي و شاب عظيم مولانا النبي قال أنت ما تدخلين الجنة راح تخلي للنار و رسول الله هو الصادق و قال أمين ظلت تبتشي و وصل الخبر لرسول الله قال له يا رسول الله أن العجوز تبكي أنت قلت لها لا تدخلين الجنة قالهم أنا قلت أنت هكذا لا تدخلين الجنة أنت تدخلين شاب شباب عجوز ما تدخلين مولانا إذن أول شيء تسلمك من الهرم الجنة شياب ما بيها ولهذا رسول الله شي يقول الحسن والحسين سيدة وياي سيدة شبابي أهل الجنة أكو جماعة رادوا يتشذبون على رسول الله طلعوا مولانا قالوا وفلان وفلان سيدة كهول أهل الجنة شياب أهل الجنة هي الجنة وينها وين الشياب مولانا سارو شياب أذور سادتها وضع مولانا سيدة شباب إذن مولانا هرام ماكو شيب ماكو وضع مولانا هذا أول شي تسلمك من الهرام الثاني تسلمك من المرض الإنسان ما يتمرض بعد حمى وصخونة وكذا وجع بطني وصداع هذا كل ماكو بعد مولانا الإنسان صاحي سالم بعافية كاملة هاي ابتلاءات بالدنيا بالدنيا الإنسان يبتلي يتمرض كذا اي نعم لكن بتجنة بعد إنسان يتمرض يكذك لها بعد مولانا هاي اثنين ثلاثة تسلمك من الآفات والعاهات ماكو أي شر ماكو شر يعني حيات عقارب آفات أمراض كل ماكو مولانا هاي ثلاثة الرابعة مهمة تسلمك من الموت الذي يدخل للجنة بعد موت ما يموت يبقى فيها خالدا موت ماكو أصلا بعد مولانا موت في عالم الدنيا بعد هناك موت ما موجود وهذا حبيب قلبي الآن انت لما ترجع إلى القرآن الكريم ترجع قبل لا أقرأ القرآن إلى الإمام الصادق عليه السلام الإمام الصادق يقول يؤتى بالموت ككبش أملح يجيبون الموت بين الجنة هاي الجنة والنار بين الجنة أمام الأنظار أنظار أهل الجنة وأنظار أهل النار يذبحون الكبش يقولون يا أهل الجنة أنتم خالدون فيها بلا موت حيات بلا موت ويا أهل النار أنتم حيات بلا موت بعد موت ماكو موت ومات وراح الموت وعلى مولانا خلاص إذا ليس الموت في الجنة بكم شيء جميل هناك مولانا أنت تقرأ في القرآن الكريم تقرأ و لحم طير مما يتخيرون زين و لحم طير مما يتخيرون أو مما يشتهون العفو و لحم طير مما يشتهون فاكحة مما يتخيرون و لحم طير مما يشتهون هذا لحم الطير سؤال القرآن دقيق الله الله لماذا ليش ما قال، لماذا قال ولحم يطير؟ ما قال وطير – قال ولحم يطير مما يشتهون – طبعاً أُكُون فرق أنت الان أنت جيب لك طير، الظباحة يصير لحم، كل أحد. إخو الله يقول طير وفقنا بعد، خلاص. الله لم modificationsati عن ذلك чтобы وطير، قال غضب لا عليك طير. الفرق لماذا؟ الفرق ان الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا الله إنتاء الطير, الطير حي. إذا حي يكون الذبحة. إذا ذبحتة يصير عنده ألم. إذا أصار عنده ألم كن يموت الجنة لا ألم ولا موت ولا ذبح بيها واضح مولانا ولهذا الله ما يقول لك أطيك طيور أطيك لحم طيور أطيك لحم طير جاهز يحب لحم طير يشتهي يشتهي لحم طير فلان أمامه جاهز قدامه شير يدبع عن مولانا لا شوي ولا يتعب ولا يذبح ولا يصلخ ولا يدور ولا يصيد زين أو لا يقنص خلاص بعد يجي لحم طير ما تشتهي الأنفس وتلذل أعين ولحم طير إذن دار الدار السلام واضح مولانا العزيز هذه بالنسبة إلى دار السلام فيها غرف بيت قصور قصورها عجيبة فيها غرف عالية طبعا الغرفة باللغة العربية الدار التي تبنى فوق سطح الأرض يسمونها غرفة الآن طابق ثاني عندك مثلا غرفة يسمونها غرفة الدار يسمونها غرفة لكن على الأرض تبنى يسمونها حجرة واضح مولانا القرآن الكريم شي يقول من باب أن الجنة عالية الجنة عالية درجات الجنة عالية وليهذا يسمونها غرفة القرآن شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري شوفوا الغرف شوفوا القصر تجري من تحتها الأنهار من تحت القرف أو أنت الآن أنت على القصر مولانا إن شاء الله أنت في الجنة وعلى القصر وفي غرفتك الماء يجري من تحتك شنو من الماء؟ أي ماء؟ ماء من عسل مصفة ماء مولانا غير آسن ما يتغير طعمه من لبن لا يتغير طعمه من خامر مولانا لا يصدعون عنها ولا ينزفون هذا كل مولانا أنواع النعم أنواع الأنهار يقول لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعات الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر عليه السلام يقول فيما سأل به فيما سأل به أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا علي أو قال علي عليه السلام بماذا بنيت يا رسول الله رجعنا اسمعني أبشر بالجنة أنتم يا شيعة علي أبشروا بالجنة وعد عمولانا يقول بماذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله شلون بانيها الله الله بانيها مو خلفل وبنه لا الله بانيها وعد عمولانا شي قل النبي فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا علي تلك غرف بناغ الله عز وجل الله بانيها لأوليائه شلون بانيها بالله؟ اسمعني بناها بالدر والياقوت بانيها الغرف بالدر والياقوت والزبر جد بعشير يريد مولانا سقوفها الذهب سقوفها ذهب سقوفها الذهب محبوكة بالفضة حيكينا حواكم مولانا مخيطينها بالفضة لكل غرفة منها ألف باب من الذهب زين على كل باب منها ملك موكل به هنيع لكم يا أهل الجنة هنيع لكم يا شيعة أمير المؤمنين هنيع لكم يا من توالي هنيع لك يا من توالي علي بن أبي طالب هذه الجنة لشيعة الإمام علي علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إذا احنا موالي لعلي بن أبي طالب وهو قسيم النار والجنة أي دعنا علي بن أبي طالب أن ندخل للنار لا هيهات لا هيهات هذا علي بن أبي طالب هو الشفيع الأكبر يوم القيامة وهو الصديق الأكبر و فاطمة الزهراء الشفية العظمى يوم القيامة زينا حبيبي هذا بالنسبة إلى غرف الآن نأتي إلى نساء الجنة نساء الجنة نوعين اسمحها مولانا نساء الجنة نوعين النوع الأول من نساء الجنة رسول الله يقول المرأة الصالحة الزوجة الصالحة إذا ماتت وهي في الجنة والرجل هم بالجنة اثنينهم بالجنة الله يجعل هذه المرأة حور العين علما للرجل كما كانت معه في الدنيا تكون معه وين في الآخرة مولانا تكون معه في الآخرة مثل ما هي في الدنيا موجودة بالآخرة موجودة فديوم من الأيام إخواني احنا كنا نلقي محاضرة حول صفات الجنة وكذا فأحد الأخوة سألني نفس السؤال ابننا وشاب عظيم من زوجة الله يطيها العافية وكذا فقلت لابولي إذا هي بالجنة سير حور العين قل لي عمي الجنة اللي بيها زوجتي ما أريدها زينا مولانا هسائي من باب المزاح وإنما هي حور العين نوع عين الأولى بشرية والأولى حورية يعني ملك من الملائكة البشرية الزوجة الصالحة في الدنيا تكون في الجنة مولانا زينا تشير حور العين إليه والنوع الثاني لا ملك من الملائكة الله سبحانه وتعالى يخلق حور حور العين يخلقها إلى الإنسان سبحان الله هذه لو تبسمت يقول الإمام الصادق عليه السلام لو تبسمت هذه البسمة مالتها تضيء الدنيا بأكملها من بسمتها وجمال بسمتها يقول الإمام الصادق عليه السلام حسناوات جميلات يقول القرآن الكريم كأنهن الياقوت والمرجان الياقوت مولانا حجر كريم ثمين جدا الله يشبه حور العين بالياقوت الياقوت والمرجان الياقوت عندنا أنواع عندنا ياقوت أبيض عندنا أحمر عندنا أصفر وعندنا أخضر وضع مولانا أنواع الياقوت موجود المرجان هذا سديد البياض شديد الصفرة اشوف شديدة البياض هذه المرأة حور العين شديدة البياض ومن خصائص الياقوت أنه إذا الإنسان مسه ولمسه لا يعدمه البريق واللمعان شوفه براق ولمعان مولانا هذه بالنسبة إلى حور العين بالأناقة والصفاء والتألق في آية أخرى يقول وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون المضموم يعني حور العين هي بالأصل حور العين بس القرآن يقرأها حور العين أو حور العين شدة بياض العين شدة بياض العين في شدة سوادها العين تكون بيضاء في شدة سوادها يعني جميلة للغاية وهذه حالة أجمل ما في العين هذه الحالة يقولها الإمام الصادق أجمل وغاية جمال العين غاية جمال العين شدة بياضها مولانا في شدة سوادها أجمل وغاية جمال العين حور العين الله سبحانه وتعالى بلاش ما ينطيه أكيد تحتاج إلى مهر ما هو مهر و حور العين حور العين تحتاج إلى مهر مولانا شنه مهر حور العين اسمعوني الأول مولانا بعض العلماء لا يعين لها مهرا العبادة بالشكل العام هو بشكل عام هو مهر حور العين هذا الرأي الأول الرأي الثاني لا يخصصون يقول صحيح هي إلها مولانا مهر خاص مهر عام لكن عندنا مهر خاص أيضا إلها. شنو المهر الخاص؟ أسمع مولانا يوم من الأيام الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام سيد الساجدين. الإمام السجاد عليه السلام طلع لابس ملابس مولانا كشخة ومرتب ومعطر مولانا. ضارب عطر وكذا. وطالع مغير الحذاء ماله ومغير عمامته الإمام سلام الله عليه. وطالع عند الصليل فأكو جارية شافتها قلت لي ابن رسول الله جاري من جواريه. يا ابن رسول الله إلى أين؟ ون رايح قالت لي ابن رسول الله في منتصف الليل تأخذ حور العين. قالها أما تعلمي. أسمع. أما تعلمي أن مهر حور العين صلاة الليل أن مهر حور العين صلاة الليل. صلاة الليل مهر من مهور حور العين مولانا الإمام السجال عليه السلام يقول هاي وحدة. هذا المهر الأول. المهر الثاني جميل وسهل. أنا أدر بك. بعد هذه بعد ما تنسى هذا العمل. زين. شنو مولانا؟ دخل رجل على الإمام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. قال له يا رسول الله ألي حور العين مهر؟ حور العين. إلى مهر؟ قال رسول الله نعم لها مهر. قال له ما هو مهرها؟ قال مهرها أريدك وياه الآن. قال مهرها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صلى على محمد وآل محمد. مهر حور العين. الصلاة على محمد وآل محمد مولانا. هذا مهر من مهور حور العين. ولهذا القرآن يقول فيهن قاصرات الطرف. لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان. ولهم فيها أزواج مطهرة. في آية ثانية. ولهم فيها أزواج مطهرة. وهم فيها خالدون. بعدين آية ثالثة. شوف صفاته. إنا أنشأنا هن إنشاء فجعلنا هن أبكار عربا أترابا. عربا يعني متحببات مولانا. متحننات إلى أزواجهن. تحب زوجهن. أتحن على زوجهن مولانا الكريم. هذه بالنسبة إلى زوجات ونساء أهل الجنة. الآن نأتي إلى طعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة. طعامهم الطعام أنواع أنواع منها. أكو شجرة في الجنة اسمها شجرة طوبة. هذه شجرة طوبة أصلها في بيت رسول الله وبيت علي بن أبي طالب. سلام الله عليهم. أصلها في بيت رسول الله وبيت علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن لها أغصان. يقول رسول الله في كل بيت من بيوت الجنة غوصن. يدخل من هذا الشباك. يطلع من ذاك الشباك. من هذه النافذة يدخل. يطلع من تلك النافذة مولانا. غوصن. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله سلم إذا مر الغصن من هذا البيت يدخل مننا ويطلع منناك مولانا هذا الغصن فيه ما تشتقيق الأنفس وتلذ الأعين من الفواكه شي يريد ماذا يتمنى ماذا يقصد ماذا يريد من الفواكه من أثمار الجنة هذا الغصن الواحد يحمله لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة في متناول الأيدي تقدر براحة تنولها ماكو أي منع مولانا رسول الله يقول الثمار تدنو إلى أفواه أهل الجنة يومهم كلش مولانا وياكلون ما يريد أكو أثمار فواكه موجودة مثل الرمان موجودة فيهما فاكهة ونخل ورمان النخل موجود الرمان النخل التين العنب هذا كله الطلح الطلح بعض العلماء يفسرونه بالموز هذا الموز هذا الطلح البلح البلح بعض المفسرين يفسرونه بالبطيخ وضع مولانا السدر أو النخيل العفو البلح يعني النخيل والسدر هي شجرة النبق يقول لك هذه موجودة أيضا أيضا في الجنة هذه لا مقطوعة ولا ممنوعة يعني حتى شوكا ما بيها أنا أمد إيدي أرداق الثمرا حتى ما بيها أي مانع يمنعني حتى شوك ما بيها زين فيأكل الإنسان ما يريد من ثمار الجنة على هذه شجرة طوبة مولانا في سدر مخضود مخضود يعني مولانا منزوع من الشوك شوك ما بي مولانا هاي لحم الطير مولانا فاكهة مما يشتهون أو يتخيروا لحم طير مما يشتهون هاي كله موجود وضع مولانا الأثمار قريبة جدا يأكل من الطعام يشرب من الماء لكن لا يتغوط ولا يبول الله سبحانه وتعالى رسول الله يقول إذا تصبب عرق عرق أهل أهل الجنة يتبدل إلى المسك والعنبر ما عدهم أي ممثل مثل البشر في عالم الدنيا وجنت جنتين دان وعلى مرة حتى شرابهم حتى أنهارهم شوف الأنهار مولانا جنات عدن جنات تجري من تحتها الأنهار شنو هاي الأنهار فيها أنهار مختلفة من جملة هذه الأنهار مولانا أسمع في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس الماء إذا ضل لفترة طويلة يتغير بس هنا القرآن يقول هذا الماء لا يتغير غير آس بعد وأنهار من لبن لم يتغير طعمه اللبن هنا في عالم الدنيا يتغير طعمه يشير مولانا حامض أو قارص من الشربة يقرص اللسان يؤذي اللسان أو يشير بحموضة هذا لبن الدنيا هناك في الآخر شي يقول فالجنة يقول من لبن لم يتغير طعمه هاي اثنين ثلاثة وأنهار من خمر لذة للشاربين يستلذ من هذا الخمر بس مو هذا خمر الدنيا خمر الدنيا يكضك صداع خمر الدنيا ينزف العقل العقل يعني يروح مولانا الإنسان بمجرد أن يشرب الخمر يفقد عقله لكن في الآخرة لا يصدعون عنها ولا ولا ينزفون بعد لا يسير أكد صداع ولا ينزف عقله يبقى بكامل عقله ويستلذ من شربه وأنهار من خمر لذة للشاربين بعد هاي ثلاثة الرابع وأنهار من عسل مصفة أنهار من عسل مصفة هنا عدنا عسل في الدنيا غير مصفة هذا أنهار من عسل مصفة نعم لهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم هذه أنهار في الجنة ولهذا عندنا أنهار في الجنة مثل نهر الكوثر اللي مأخوذ من عيني تسنيم نهر الكوثر إنا أعطيناك الكوثر نعم وهو من عين تسنيم وعندنا أنهار أخرى مثل السلسبيل وعندنا عين مزاجها الكافور هاي كلها أنواع العيون والأطعمة أما لباس أهل الجنة لباس أهل الجنة يلبس ثوب واحد وهذا الثوب يتغير عليه كيف ما يريد كيف ما يشاء شي يريد مولانا أي نوع من أنواع الثياب يريدها يتغير تتغير الثياب عليه كيف ما يريد زيان ثوب واحد يتغير عليه كيف ما كيف ما يريد هذا الثوب إلى مولانا أمور حلوة جميلة بس هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولباسهم فيها حرير أسمع الآن بعد أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس السندس عن الديباج الرقيق واستبرق عن الديباج الغليظ يقول رسول الله منسوج من الذهب هذا الاستبرق والسندس منسوج من ذهب خيوط من ذهب متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة هذه كلها فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة في آية ثانية متكئين على فرش بطائنها من استبرق هذه كلها ثياب أهل الجنة كذلك كثير من النعم الموجودة إلى الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن يرزقنا نعيم الجنة إن شاء الله وأن يوفقنا للعبادة والإخلاص وأن يجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلى الله وسلم وأن يرزقنا زيارة أهل البيت في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة